الحمد لله يعني الناس حتى اللي قاعدة تكتب تقول ايه هو المنتخب اصلا كان ممكن يبقى افضل من كده افضل من كده يعمل ايه الرجالة وصلوا النهائي سنغال كان عندها فرص اكتر ايوة بس احنا كنا بنلعب برضو بخطة مضادة كان عندنا فكر معين بيتطبق في الملعب في الشوت التاني كنا افضل كتير كان فيه كور مروان حمدي كان فيه ناس كتير ممكن تقدر تعمل فرق انما طبعا لا ساديو مانيه احسن لعيب في البطولة ولا ماندي ده الجون بتاعهم بتاع تشيلسي احسن جون في البطولة ولا اي حاجة يعني الكلام ده كله هاتش ووهم احنا لعبنا ضد الارض ضد الحكم اللي ضيع المدرب في الماتش اللي فات وعدد من اللعيب المصريين جسامة ده اللي كان حاجة اخر جسامة ان يلعبوا الماتش ده احنا بنلعب نهايه بمدرب قاعد في المدرجات بنلعب واحنا لعبنا ضد اكبر ثلاث فرق وده كان الرابع اجهاد وتعب كسبنا منتخب كسبنا لعيبة جديدة كسبنا روح من امتى وانت بتشجع المنتخب المصري كده من امتى وانت واعف ورا منتخب بلدك كده الحمد لله ان شاء الله الطريق الى الدوحة مفتوح وان شاء الله ناخد طارنا في الماتشات اللي في مارس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة